رحل عن دنيان اليوم الفنان القدير هشام سليم عن عمر نهز 64 عاما وذلك بعد صراع مع المرض وولد الفنان الرحل في القاهرة عام 1958 تخرج في كليات السياحة والفنادق جامعة حلوان وكان أول ظهور له من خلال أدائه دور نجل فات الحمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال عام 1972 فنان ذو طابع خاص استطاع رغم وسامته أن يخرج من عباءة النجمذ الملامح السينمائية فأدى أدوار صعبة استطاع من خلالها أن يترك بصمة لا تمحى من ذهن المشاهد إنه الفنان الذي رحل عن علامنا اليوم هشام سليم لأب من كبار نجوم الرياضة والفن هو صالح سليم تخرج في كلية السياحة والفنادق في عام 1981 وقام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بلندن وبعد أن انتهى من دراسته عاد مرة أخرى لهوايته في فن التمثيل بعد انقطاع لسنوات